زياء بالجامعة الأمريكية في الشارقة بالإمارات أهلا بك مساء الخير مرحبا بك عبر تليفزيون النهار مساء النور أهلا وسهلا مستدهارون شكرا جزيلا على الدعوة والاستضافة وأهلا بمشاهدكم شكرا طيب حديثنا سيكون متعدد ومتنوع أول شيء مدام حاضر معنا قامة ما شاء الله جزائرية هنا في البلاطو من دون شك سنحاول معرفة مصارك ابتداء من الدراسة هنا في الجزائر أنت خريج جامعة باب الزوار في الجزائر العاصمة هذا المصار كيف تلخصه من الجزائر وصولا إلى مخبر وكالة نازة إلى التدريس الآن في الجامعة الأمريكية بيا الشارقة تفضل نعم أنا أخريج المدرسة والجامعة الجزائرية أولا هذا مهم جدا أن نؤكده أنا درست معظم دراستي الابتدائية والثانوية في الجزائر معظمها والسنوات الأربع الأولى من مساري الجامعي كان هنا في جامعة باب الزوار كما تفضلت درست فيها الفيزياء الفيزياء النظرية ثم حصلت على منحة من وزارة تعليم العالي أنا مدين للجزائر أنها أرسلتني إلى الخارج ودرست في أعلى الجامعات وعندما أكملت شهادتي ماجستير ودكتوراه ونشرت بعض الأبحاث تقدمت إلى وكالة ناسا التي لها عدة مراكز وعدة مشاريع انطلاقها كانت من جامعة من الجزائر إلى أول جامعة ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية نعم إلى أمريكا في كاليفورنيا منحة من الدولة الجزائرية يعني منحة من وزارة تعليم العالي من الجزائر أولا درست لغة الإنجليزية لأن حينها كانت لغة الإنجليزية عندنا غير متوفرة بشكل كافي خلينا نقول لبضعة الشهور ثم بعد ذلك التسجيل في جامعات هذا في الثمانينيات ثم شهادة الماجستير ثم شهادة الدكتورة وبعد الدكتورة يعني العرف المتعارف عليه عند العلميين وعند الباحثين أنه عندما ينهي الإنسان شهادة الدكتورة يكون أنا أقول دائما للطلبة يكون الإنسان بدأ مشواره البحثي يكون بادئ كباحث لم ينتهي وخلص الدكتورة معناها أنت الآن تعلمت ما معناه تقوم بأبحاث متقدمة فيذهب إلى مراكز أخرى أو جامعات أخرى ليقوم بأبحاث لمدة بضعة سنوات متفرغ للأبحاث حتى يكتسب خبرة أكثر يتناول مواضيع متعددة وطبعا أنا كفيزيائي فلكي حينها أفضل مكان طبعا كانت توجه إلى وكالة ناصة فتوجهت إلى وكالة ناصة وقبلت وكان لها عدد من المراكز والمشاريع الفضائية وحدتنا عن تجربة كم دامت مع من كان دامت سنتين في الأول ثم بعدما تركت ناصة وعدت إلى الجزائر وبعدها تركت الجزائر ممكن أن تحدث لماذا وكيف وذهبت إلى الخليج صرت أذهب كل صيف إلى ناصة فهي سنتين زائد عدد من الصيوف خلينا نقول كانت في مخبر الأشعة غاما الأشعة غاما لا تخترق الغلاف الجوي فهي تدرس من الفضاء بالضرورة وهي تأتي من أجرام فضائية متنوعة بدءا من الشمس إلى أبعاد المجرات فهذه وكالة ناصة كان لها قمر صناعي يجهز للإطلاق بعد بضعة سنوات فتريد ناس متخصصين في هذه الأشعة حتى تحضر الدراسات وتحضر إمكانيات لتحليل النتائج والبيانات التي سيحصل عليها هذا القمر الصناعي فكنت أنا ضمن طبعا هذه الأبحاث لا يتتم من طرف شخص واحد ولا من طرف حتى بضعة أشخاص مجموعة من العلماء مجموعة مجموعات من الباحثين وكنت أنا أحدهم ونشرت عدد من الأبحاث بالاشتراك مع آخرين في تلك السنوات ثم حينها قررت أن أعود إلى الجزائر لأن أولا أنا بلدي الجزائر يحتاجوني ثانيا أنا لدي يدين حتى مالي لأن الجزائر منحتني منها وعلي أن أعود وقررت العودة وفي سنة قلت سأحددك لماذا خرجت من الجزائر أنت عدت بعد العمل والاشتغال مدة عامين في ناصة عدت للجزائر لماذا غادرت للجزائر؟ غادرت للجزائر بعد بضعة سنوات في الجزائر ومن العمل في جامعة البوليدة حيث تقلت منصب رئيس قسم الفيزياء وأنشأنا أول برنامج للفيزياء الفلكية ماجستير في الجزائر بأسرها وقمنا بملتقيات دولية هذا كله في السنوات الأربعة التي قدثتها أنا هناك ولكن ناسبت تلكها في بداية التسعينيات يعني بعد عودتي بحوالي سنة ونصف انفجرت الأوضاع في الجزائر وساءت 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 لمعنى أنه بسبب الأوضاع الأمنية خرجت من الجزائر نعم صارت حقيقة صار العمل بل حتى العيش خاصة في البوليدة وفي الجزائر العاصمة غير ممكن كنت تحس أن حياتك مهددة؟ فعلا وكان عندي بعض الزملاء الذين اعتقلوا بعضهم ماتوا لا ندري في أي ظروف يعني فعلا أنا كان والديا لهم يعني أكثر ناس محبين للجزائر وأكثر ناس يريدون لأولادهم أن يكونوا معهم في الجزائر كانوا يحثونني أن أترك لأنه أنت الآن تحدد في خطر وستضيع 25 سنة من الدراسة ومن العمل ومن العلم ستضيعه هكذا بالمكثنة لا تدري من أين تأتيك رصاصة أو من سيعتقلك أو ما لا سيحدث بسبب تلك الأوضاع الأمنية السنوات التسعينيات فيه الكثير من الكفاءات كثير من العلماء الجزائرين تركوا البلد بسبب هذه الأوضاع الأمنية بالآلاف ربما بعشرات الآلاف أنا أذكر في السنة التي غادرت فيها قبل أن أغادر ببضعة شهور أعلن وزير التعليم العالي حينها ونذكر هذا الكلام في المنشت في الصفحة الأولى من إحدى الجرائد أن من غادر من الجامعات الجزائرية هذا العام ألف شخص في سنة واحدة والباحثين باحثين أسادي ذا جامعيين طيب الآن توصلت مسيرتك من أي جامعة أو الجامعة تجهت لها في الخليج؟ تجهت إلى الكويت لأنه كانت أول جامعة تعطيني عرض أنا قدمت ل كانت فرصة هنا أمام الجامعات الخليجية لاستياد هذه كفاءة الجزائرية بالتأكيد وبالمئات من الجزائرين الذين غادروا إلى الخليج بالتأكيد كانت فرصة والناس توجهوا بعضهم كانوا يفضلون أن يكونوا في الخليج لأنه على الأقل ننفع العالم العربي العالم الإسلامي على الأقل نكون في بيئة أنا أولادي لما تركت كان ابني عمره سنتين وابني ثاني في بطن أمه يعني فأنا أريد لأولادي أن يكونوا في بيئة عربية إسلامية وأن أفيد يعني وطبعا أنا كنت ظليت أرجع للجزائر بالصيف وأحيانا بالشتاء ألقي محاضرات أشارك في أي شيء يعني بقدر المستطاع إطلاقا بل درست مواد عديدة في الجزائر خلال كل هذه السنوات أشرفت على طالبة ماجستير يعني قمت بآخر مرة كان منذ حوالي أقل من سنة في جامعة قسنطينا درست مادة كاملة في مادة فيزيالفلك للأشعة السينية والقاما وأشرفت على طالبة في رسالة ماجستير لم أنقطع عن المشاركة في الجزائر إطلاقا تلقي الكثير من المحاضرات بجامعات كبيرة معروفة أبرز الجامعات التي حضرت فيها وألقيت محاضرات وكيف يستقبلون هذا الباحث الجزائري أم أنه في الجامعات تسقط كل الجنسيات فعلا تسقط لا أحد يعرف ما هو الجواز الذي أحمله وبالمناسبة أنا لا أحمل إلا الجواز الجزائري ولا في حياتي قدمت على جواز سفر أنا لا أعيب على من قدم ولا من يحمل جواز سفر آخر لأسباب شخصية أو ظروف الأخيرة لكن أنا لا أحمل إلا جواز سفر الجزائري أنا جنسيتي جزائرية فقط وأسافر فقط بالجنسية الجزائرية وبجواز سفر الجزائري وبالفيز وتعرف الصعوبات ومع ذلك كل الجامعات لكن لا يحملوا هذا الرجل من بحوت ومن علوم أنا لم أقدم ولم أطلب وأنا سعيد أن جنسيتي جزائرية وأفتخر وقدمت بل جتني دعوات كثيرة في جامعات كيمبريج وأكسفورد وجامعة باريس وكولومبيا وكورنيل وكاليفورنيا أنا كنت قبل أسبوعين ثلاثة كنت في كالتيك وهي ربما من الجامعات الخمسة الأولى في العالم وأخذت طالبين لي من الإمارات ومكثوهم هناك ثلاثة أسابيع وأنا عدت لأن كان عندي ملتقى في لندن ثم ذهبت إلى باريس ثم جيت إلى الجزائر حيث شاركت في قصر الثقافة لاحتفال بالذكرى الخمسين لهبط الإنسان على القمر يوم وصلت الجمعة الماضية يوم السبت كنت في قصر الثقافة ألقي محاضرة يعني فأنا بأعمال وأنشطة متعددة جدا لكن عندي طلبة في أعلى الجامعات في الصيف يقدون فترات للأبحاث وأشارك في العالم بأسره جيد لماذا لم تتحق بهذه الجامعات الكبرى ما زلت تشتغل في الإمارات العربية هل بسبب البيئة تريد الحفاظ على العيش في هذه البيئة العربية الإسلامية؟ كنت أفضل أن أكون في بيئة لأولادي خاصة مش لي أنا أنا متعدد اللغات الحمد لله أنا نشرت كتب بالعربية والفرنسية والإنجليزية وأحاضر باللغات الثلاثة وأشارك في ملتقيات وفي بلتوات تليفزيون بثلاث لغات ما عندي مشكلة أعيش في أي مكان وأنا فعلا متعدد الثقافة لكن كنت أريد لأولادي أن يتشبعوا بثقافتهم وهذا لا يمنع أن الإنسان بعد ذلك يقفز وينطلق ابني الأول حصر على ماجستير في سكوتلندا ابني الثاني الآن في أمريكا ويقوم بشهادة دكتورة في بيولوجيا في إحدى الجامعات الكبرى في فيرجينيا معناش مشكلة إحنا ولكن متشبعين بلغتهم وبثقافتهم وأعتقد أنه هذه جيد ممتاز